لن بدون مقدمات أو إسهابات إلى النباتيين ماذا يأكلون نمط الحاجات والنمط الصحي أيضا إن شاء الله بلتزموا يعني برضو ما يكونش فيه تهريب من هون من هون لقطعة شاور معوايش بس بتعرف أنا شو قصة البورجر هذا اللي من خلال الفصولي والعدس و مش عارف مش بورجر أساسا يسمى يعني إلى أخصائية التأخذية ضيفة أطلع الأستاذة رانين بدراني سعد صباحك رانين سباحكم سباح جميع المشاهدين حياك يا الله يسعد صباحك يا رب يعني في البداية إحنا عندنا أكثر من نمط غذائي في الحاجات النمط اللي اليوم إحنا بنتناوله هو النمط النباتي إيش يعني النباتيين؟ بالبداية نعرف النباتيين هم الأشخاص اللي بيعتمدوا بحياتهم على أنظمة غذائية نباتية من أصل نباتي يعني من حبوب، بذور، فواكه، خضروات وبيحدفوا كل المنتجات الحيوانية ومن أصل حيواني هلأ فيه لهم أنواع، فيه أنواع آآ يعني بيكونوا متشددين متشددين لدرجة أنهم ما بيأكلوا لا منتجات حليب ولا بعض كمان وبدون لحوم آآ فيه منهم عادي يعني ممكن يأكلوا مع آآ بدون لحوم بس مع منتجات الحليب والبعض طب هلأ هم الإنسان بالعادة إحنا بنحرف أنه بين ولد آآ متقبل لكل شيء، هل بين ولد الإنسان نباتي ولا لا؟ هو مرتبط بموقف معين بمشهد معين حتى يعمل هذا التحول الكبير في النمط الغذائي؟ هلأ هنون إجا هو النباتي؟ أول إشي في ناس آآ من أصلهم يعني دينياً مثل بعض الهنود عنا نسبة تقريباً أربعين بالمية منهم نباتيين وبرجع هذا للدين عندهم بمنوعه دبح الأبقار والحيوانات أو وإشي بعقيدتهم فيه ناس بيكرهوا أصلاً طعم اللحوم تمام؟ آآ كمان فيه ممكن مواقف زي ما حكايت فيه ناس بتكره اللحمة فيه ناس بتحبذ يعني إنها تاكل النباتات ما تاكل الحيوانات لأنها بتخاف من الأمراض الأمراض ممكن تيجي من الحيوانات اللي عم بيكون زي الوسواس آآ معه إنه بدو يجيني ينتقل لي مراد يعني نفسياً بتكون هذا الإشي أكثر من إنها تكون أمور أخرى يعني فيه ناس بتقول لك أنا ما بس توعبني أكل آآ مثلاً يعني صوس أو جاجة يعني آآ نفسياً بتعرفك في الموضوع الشعور الداخلي بس عادي يعني تندبح وتتاكل وفيش أي مشكلة هلأ هذا بتعود لأمور ممكن نفسي دي لكن فيه أمور بترجع لأمور التقليد يعني الطفل بيشوف أمه ما بتاكل فهو تبعاً يعني هو مباشرةً بيبطل ياكل مثل ما الوالد بتعمل صح هو بالبداية لأطفال كلياتهم بيقلدوا بيقلدوا إحنا أشي بنعمل بس لازم نظل نستمر معهم لأنه فيه له كتير أضرار هذا النظام النباتي إذا ما تتبع صح بمعنى في عنا نقص للفيتامينات نقص للحديد نقص للكالسوم نقص لفيتامين دال خاصة للي ما بيشربوا منتجات الحليب انت تعرف قديش أهمية الحليب تمام والبرد واللحوم اللحوم اللحوم آآ فيتامين بي تولف بي أنت كل ما يكبر الواحد بالعمر بيصير عنده نقص ببي تولف نعم فإذا كمان ما بيأخد منتجاته فبيصير نقص أكتر وأكتر مع أنه بفكروا هم يعني نفسيا أنه أنا بأكل نباتي أنا في الجانب الصحي لا بس هي ذكرت أستاذ رانين شغلة مهمة يعني هم بنضروا إذا لم يتبعوا بشكل صحيح إذا اتباعوا بشكل صحيح ما بأدي للضرر صحيح؟ صحيح لأنه كيف طب بتكون يعني لما إحنا بنقول أنا بتتبع نظام غذائي نباتي وبالتالي أنا معود كل العناصر الغذائية الأخرى كيف بتتم هذا العملية؟ صحيح هلأ بالبداية من نعوض البروتين أنه عارف أنت البروتينات بتيجي أكتر إشي من مصادر الحيوانية صحيح بيض أسماك لحوم جاج دجاج يعني كيف ممكن نعوضها؟ مثلا ناخد بقوليات البقوليات فيها نسبة من البروتين بس برضو هاي بتتعتمد على الكمية لأنه وقتها بدك تاخد كمية أكبر يعني صدق الدجاج في كمية من البروتينات مش قد ما موجود في الحمص في العدس برضو العدس هو بديل على البروتينات صحيح زيادة علشان يزيد امتصاصه بجسمنا وهيك من من عوض تمام؟ تمام آآ طيب هلأ هم ذهنيا آآ بيكونوا ملتزمين بتشوف يعني بناء على ما بنشوف في الواقع والحياة أنه جد النباتي هو نباتي ما في تهريب باتجاه والله قطعة لحمة قطعة سماكة إلى ما ذلك في ناس مثلا بيعملوا توازن اوكي بيحافظ شوي على نباتيته بيرجع شوي يعني قزك في نباتي كله وفي نباتي مشكل جزيلا انا حكيت النباتي ما في آآ اللحوم اللحوم والجاج بجميع أشكالها لا بس اللي ممكن يهرب فيه انه يكون يعني مثلا يشرب حليب اللي هو من أصل حيواني تمام او ممكن نياكل بيض يعني وقتا منقول انه برضو نباتي بس هدول مش متشددين عادية طيب اذا بدنا احنا نتحدث عن الموازنة في النظام الصحي هل بالضرورة اللجوء الأخصائي التغذية لحتى نضمن انه انا بسير على نمط نباتي صحي مية في المية؟ يعني شامل للعناصر الغذائية كاملة ولا انا لحالي خلص من بنات افكاري ممكن اجا اقول ما انا باكل العدس وباكل هذا النوع من البقوليات ما انا بعوض بس هل بالفعل هو بيكون على دراية تامة وكاملة هذا الانسان ولا لا لازم نرجع لأخصائي افضل؟ هو يفضل انه يرجع لأخصائي تغذية علشان يعرف نسبة البروتيني بجسمه قديش ممكن انعوضها؟ انه زي ما قلتلك الكمية بتلعب دور صحيح يعني ممكن هو يأكل كمية هو مفكر انه فعلا عوضها بس هو فعليا ما عوضها كمان ممكن نباتيه مثلا يفطروا زيت وزعطر ويتعشوا زيت وزعطر بس برضه في فواكه في خضروات بالموضوع لازم انه يكون شامل شامل جميع الاغذية ويكون والكميات طب في مداخلة قبل شوي كانت من خلال البرنامج قبل لا ننطلق بالفقرة انه من سنتين كان في رفض للأبناء والأطفال لموضوع اللحوم وتطور هذا الموضوع هلا انت حكيت انه يجب ان نستمر بالمحاولة معهم باتجاه انه يأكلوا اللحمة الى ما ذالي كيف الام بدها تشتغل على هذا السيستم في البيت هلا كيف نقنع الطفل انه يأكل لحمة وهو رافضها اساسا بالضبط اه في كتير اساليب ممكن تستخدمها الام بالبداية ممكن انها ترغبه يترغبه فيه مسلا خليه يساعدها انه هي يحضر الاكل يحضر مسلا اللحمة الجاج عشان يشوف انه الاشي طبيعي وعادي يعني ما في مشكلة كمان ممكن الترغيب مثلا اذا بتاكل بعطيك كذا هدية او اشي معين يعني او منروح مشوار او منعمل كذا يعني هيك بصير الولاد يعني يتحمس او مثلا مع اسحابه الطعمية او تعمل او حتى ممكن نعمله اشكال معين والوان معين في الاطباق اللي بنقدمه على اساس انه احنا نرغبه اكثر ونحفزه بس استاذ رانين فيه كمان انا لفت انتبايه هلأ مداخلة خالته امرأد بالاتصال وقالت عن زميلنا شادي مثلا هي مبارح طبخة ملفوف هلا الملفوف بالعادي بنعمل باللحمة تمام ايجا عملته مع الماجي لشادي فانه قديش هذه الامور بنعتبرها صحية يعني احنا مش انه بدنا نسيء لمنتج معين لا بس بقدر انه احنا بدنا نتحدث انه البديل قديش لازم انا اهتم انه يكون صحي حتى في النكهات والاضافات بالضبط النكهات والاضافات هي يعني اكبر مصيبة يعني بالنسبة للناس احنا نستثلها ايوة وخاصة الماجي يعني كتير عملهم يصيروا يضيفوا الماجي على اساس انه بدين للدجاج بالجاج صحيح بس بقولك الفيتامينات كل ياتها عملها بتنمسح من جسمه البيت والبكتير هلأ في عنا نقص فيه صح كل ما زاد بتزيد مشاكله وخاصة مع تطور العمل انه بصير نقص اكتر كمان بتزيد اضراره طب مثلا في مثل هذه الحالات ايش ممكن نستخدم بديل بس ما يسبب الاذى لصحة الجسم بديل ممكن نعطيه مكملات غدائية بس برضو مع استشارة طبيب يعني اخصائي التخديمه ممكن يعطيه انه فيتامينات هيك لازم يراجع طبيبه يشوف انه فعلا عنده نقص ولا لا علشان يقدر انه يكمل يعني ما يصير نقص حادي بجسمه نعم طب في خالد من باب الفكاهة وليس اكثر بكل كده انقطعوا النباتيين الاكل بيأكلوا ورق شجح مع خبز مش عارف انا يعني كيف النمط لاني انا ارفضه بشدة النمط للنباتي انت صعب ترفض النمط الحيواني وتلجأ الى النمط النباتي الحيواني من باب البورغر واللحمة صعب جدا بصراحة بصراحة لان معرفش كيف يعني هيبت الامور نفسية لربما طب بيكون مرتاح نفسيا جد يعني لانه فيه اشياء مقيد حاله لانه اللي بيأكل منتجات حيوانية خلص يعني زي ما بنحكي خيارات مفتوحة عندهم متعددة اما النباتي دائما بجوز خلص انه مقيد بحدود بيأثر على نفسيته على صحته على وزنه على ارتباطه بامراض اخرى هو فعليا النباتيين بس يأكلوا نظام غذائي نباتي كامل متكامل يعني فيه جميع الفيتامينات بيكون نظام صحي فعلا حيث انه الكوليسترول مثلا بيكون قليل بجسمهم لانه اللحوم زي ما بتعرف فيها كمية من الكوليسترول العالية الدهون المشبعة بتكون قليل ارتفاع ضغط الدم بيكون عندهم بردو قليل يعني بيكونوا فعلا صحيين وجسمهم صحي يعني لو ربطنا في كتير من الممثلين وممثلات فنانية بردو نباتيين يعني بيأخذوا النمط النباتي وفعلا متصلتنا الكريمة اتصلت وقالت انه انا شعرت صحتي افضل وضعي افضل حتى بشرتها افضل فبالتالي لكن ذكرت مرة اخرى بنركز على انه اوكي خليك نباتي بس صحي مية المية ما تقصر في اي عنصر من العناصر الغذائية او البدائل الغذائية فبالتالي هذا بالضبط اللي ذكرته الاستاذة رانين في لقائنا لليوم بتمنى انه بصراحة وصلت الفكرة شي يعني نباتي وليش احنا بنروح على النمط النباتي وشو لازم ننتبه ونكون حضيرين بشكل كبير جدا بخصوص النظام واللي حابب يتراجع لسه في مجال احنا في عنا بدون استمارات وبدون رسوم اشتراك مع القطاع الحيواني بصراحة نتقبل هذه كل التفاصيل يعني مش ضعف اذا تراجعتوا عن هذا النمط بالعكس متعة وانا دائما بقول حلو التوازن بين النظامين سواء الحيواني او النباتي وبدي احكي لهم بشكل لانه الشيف برا كده طلوا ع التركيا مش راح يروحوا عندهم كل شغله نحب اجمالا مشكورة جزيل الشكر الاستاذة رانين بدران خصائية التغذية لهذا اليوم تحدثنا عن النباتيين بامكانكم تشاركونا بآراءكم واقتراحاتكم والمزيد من التفاصيل في برنامج طلت فجرمات